موسيقى السادة المشاهدين اهلا ومرحبا بكم الى هذه النشرة الاخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية والبداية بابرز العنوين موسيقى وزارة الصحة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الايدز موسيقى صمعات تدشين الحملة الرابعة لاغاثة الشعب السوري موسيقى المستهل بسم الله الرحمن الرحيم نظمة وزارة الصحة العامة والسكان البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسيا اليوم بصنعاء احتفالا بمناسبة تدشين انشطة اليوم العالمي لمكافحة الايدز والحملة الوطنية للمشورة والفحص وفي الاحتفال اشار وكيل وزارة الصحة العامة وسكان الدكتور ماجد الجنيدي لان مرض الايدز مثل على مدى العقود الثلاثة الماضية اولوية صحية على مستوى جميع دول العالم واهتماما عاليا من قبل المنظمات المانحة وذلك وذات العلاقة واعرب عن اسفه في ان اقليم الشرق المتوسط الذي توجد فيه اليمن ما زال يعد من الاقاليم الاعلى في تزايد عدد حالات الاصابة في حين ان عددا كبيرا من الاقاليم بدأت الاصابة فيها بالانحسار واكد وكيل وزارة الصحة ان المعرفة والوعي بهذا المرض يعدان من الركائز الرئيسية التي يمكن ان تحمي المجتمعات من هذا المرض مدير البرنامج الوطني لمكافحة الايدز الدكتور عبد الحميد الصهيبي من جهته ذكر ان العدد التراكمي الرسمي للحالات المسجلة حتى الان وصل الى 3900 حالة مشيرا الى ان اليمن ما زالت تصنف من ضمن الدول ذات معدل الانتشار المنخفض اختم اليوم اللقاء تشاورية الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للاطفال الاكثر عرضة للخطر بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين وناقش المشاركون في الفعالية دور القطاع الصحي في دعم وتبني قضايا الطفولة وتشكيل المجموعات التي ستتناول جميع القضايا المطروحة في الدراسة الميدانية التي قيمت جودة الخدمة المقدمة للاطفال وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات التي دعت لتشكيل رؤى موحدة لتطوير الخدمات المقدمة من قبل القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وعبر خطة استراتيجية اساسها الشراكة والتنسيق بالاضافة الى تفعيل التشريعات القانونية لمواجهة العنف الذي يتعرض له الطفل والمشاركة في رفع الوعي المجتمعي الهادف الى توحيد الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للاطفال وفي الختام اعلن الاتحاد الدولي للمقترعين عن تقديم جائزة الجدارة والتميز والمقدمة للمؤسسات المتفردة في خدماتها المقدمة للطفولة ابرز التوصيات اليوم محاولة اشراك القطاع الخاص بحيث نخرج من اللقاء التشاوري من حيث ورش العمل والاعمال التوعوية الى حيث الوجود بفعالية اكثر والخروج باعمال ميدانية حقيقية تتعكس اثارها على الاطفال نحن بدورنا في امانة العاصمة سوف نبدل كل الجهود وندعم كل الجهات التي تخص امانة العاصمة كان على مستوى مراكز الاطفال او الدور الخاصة بالاطفال الدعم الكامل لاجل ان نحافظ على اطفالنا في كل هذه المرافق وعلى مستوى شعبي كبير جائزة الجدارة والتمييز للعمل من اجل الطفل اليمنى وستقدم لهيئة رسمية او مدنية او لفرد لذلك الفرد او الهيئة التي تقدم افضل ما يمكن من اجل هذا الطفل بعد مرور عامين من توقيع المبادرة الخليجية ما تزال اليمن تشهد العديد من العراقيل والتحديات لمحاولة افشال حكومة الوفاق وعمليات التغيير والمرحلة الانتقالية اليمن في عامين انجازات وتحديات عراقيل ممطالب في تقرير الزميل بلال الصبرية مضى عامان من توقيع المبادرة الخليجية وانطلاق المرحلة الانتقالية جملة من التحديات والانجازات والمعوقات رافقت العامين انجز النظام الحالي جملة من النقاط في مختلف المجالات منها في الجانب السياسي انجاز حوالي 90% من الحوار الوطني انجاح الوفاق في الحكومة بشكل كبير وفي الجانب الاقتصادي توظيف 70 الف مواطن وتوفير المرتبات المستحقة توفير حقوق اضافية لنسبة كبيرة من وظفي الحكومة توفير احتياطيا كاف في البنك المركزي لمنع التدهور المالي اما في الجوانب الامنية والعسكرية هيكلة الجيش والامن بشكل كبير تغيير بسيط في مؤسسات الدولة والحكومة ويرى مراقبون انه لو لا وجود عدد من التحديات لكانت الانجازات اكثر ومن هذه التحديات الامنية تتمثل في الانفلات الامنية وبروز القاعدة والحراك المسلح وجماعة الحوثي المسلحة اما التحديات الاقتصادية تشكيل حكومة الوطاق بدون سيولة مالية كافية اعادة اعمار ما خلفته الاحداث التي رافقت التورة تواصل الفساد المالي في مؤسسات الدولة من قبل رموز النظام السابق التحديات السياسية تغليب بعض الاطراف لمصالحها على مصلحة الوطن التوافق ومخرجات الحوار الوطني وهناك عراقيل مسيسة لمحاولة تقبيض المرحلة الانتقالية ومن هذه العراقيل الابتزاز السياسي في الحوار الوطني وغيره تسييس ورقة القضية الجنوبية وصعدة وخلق قضايا جديدة الفوضى الامنية والاغتيالات والتمرد تخريب الخدمات العامة كالكهرباء والنفط والانترنت واجاد ازمة وقود من اجل توسيع نقمة الشعب على النظام الحالي والتغيير لكن الكثير ما يزال ينظر تحقيق جملة من المطالب منها اصلاح الاوضاع الامنية والاقتصادية تحقيق ما يمكن من اهداف الثورة الحد من الفساد المالي المسيس في معظم المؤسسات ايجاد قضاء النزيح استكمال هيكلة الجيش والامن توقيف المعرقلين عند حدهم عقد اليوم لقاء موسع في مديرية دمت بمحافظة الظالع ضم قيادات السلطة المحلية بالمديرية ومشايخ واعيان المنطقة وكرس اللقاء لمناقشة قضية القطاعة القبلية المتبادلة مع محافظة ذمار وخرج المجتمعون بالاتفاق على الرفض التام لكافة اشكال القطاعات واعمال النهبة التي يقوم بها البعض كرد فعل على ما يتعرض له ابناء المديرية من نهب من قبل عصابات مسلحة في منطقة معبر بمحافظة ذمار قبل نصف شهر وقال مدير عام المديرية شيخ سلطان فاضل ان مديرية دمت ستظل سباقة في رفض اعمال التقطع والاعمال الخارج عن القانون وقال ان اللقاء خرج بقرارات تمنع القطاعات في المديرية بكافة اشكالها ومن اي جهة كانت ويعادة المنهبات عبر السلطة المحلية على ان تقوم الاخيرة بالتواصل مع السلطات في ذمار ليعادة المنهبات وتقديم المتهمين للعدالة وكانت دمت احتضنت في وقت سابق اتفاقا بين قبائل المحافظات الضالع ولحج والبيضاء واب وذمار يجرم كافة اشكال التقطعات خرجنا بقرارات وهو الاولى انه يمنع منع باتن اي قطاع في مديرية دمت سواء كان قبلي او على نسجة قضايا شخصية او جناية الثانية خرجنا باتفاق ان كل من لديه سيارة لاصحاب معبر عليه احضارها اليوم هذا الى اخر موعد السلطة المحلية الى مقرارة السلطة المحلية ونحن بدورنا سنقوم بالتواصل مع السلطة المحلية في مديرية معبر وارجاع ما عند اصحاب دمت واخراج ما عند اصحاب معبر الذي نريده من الاخوة في الوزارة الداخلية سواء كانوا في حافظة الضالع او حافظة معبر هو اخراج هذه الحملة المتأخرة التي يقول لنا مدير معبر انها منذ اشهر مؤجلة ليلقاء القبض على العصابة التي تقطع في معبره هذا الظاهر الداخلية ولا نريدها لم يكن في منطقتنا هذه التقطعات ولم يكن عندنا هذا العدد وانتقرت بهذه الفترات وانتقرت ضدها الحمد لله تلافوا الناس الامر هذا والتقطة الوجهة الاجتماعية والمسؤولين وقررينها يعني قرارة الطيبة يعني منها اننا تسلم القاطرات والسيارات التي نهبت على بعض الاماكن تسلم للسلطة المحلية وهم يقوموا بدورهم بالتواصل مع السلطة المحلية بمعبر وينهوا القضية ان شاء الله بشنت اليوم وكالة تنمية المنشأة الصغيرة تابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل البنك الدولي مشروع وثبة والذي يهدف لتنشيط دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل ووثبة مشروع تجريبي يقوم على برنامجين اساسيين الاول تطوير المنشأات الخاصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في اعداد وتنفيذ الخطط التطويرية والمساعدة في الوصول الى اسواق جديدة عبر المشاركة في المعارض الدولية اما البرنامج الثاني هو برنامج التلمذة والذي يهدف لبناء مهارات 400 خريج جامعي وفني من خلال تعريضهم لتدريب في المهارات الاساسية وتوظيفهم بالعديد من المنشأات الصغيرة والمتوسطة مدة ستة اشهر ويتكفل المشروع بتغطية نصف مخصصاتهم الشهرية خلالها ويتمح المشروع الى تخفيف البطالة في صفوف الخريجين في اليمن والذين تصلوا اعدادهم الى 85 الف خريج سنويا اكثر من 85 الف خريج سنويا فهناك عبء كبير على الدولة ان توفر وظائف وفرص عمل لهؤلاء الشباب والفتيات الخرجين ولكن من خلال برنامج التلمذة في مشروع وثبة سيساهم ممساهمة كبيرة في استقطاب عدد كبير من هؤلاء الشباب والتقليل من نسبة البطالة في اليمن بشنت مؤسسة مدد الاغاثية التنموية اليوم بصنع الحملة الرابعة لاغاثة الشعب السوري تحت عنوان اغيثوهم وتسعى الحملة الى اغاثة نحو 5000 اسرى سورية بتكلفة 500 الف دولار وفي حفل التتشين قال المدير التنفيذي لمؤسسة مدد الاغاثية ان هذه الحملة تأتي في اطار التعاون والتكافل بين البلدين وذلك نظرا لما يمر به الشعب السوري من ظروف اقتصادية صعبة داعيا رجال المال والاعمال والمؤسسات الخيرية والاعلامية الى مد يد العون في انجاح هذه الحملة بكل الوسائل المتاح نحن نسعى في هذه الحملة الى اغاثة 5000 اسرى بتكلفة ما يقدر 500 الف دولار نأمل بذل عز وقال ان يكون لها صدى كبير وان يكون الاعلام دور في هذا النشر نحن نقول ان العلاقة بين اليمن والشام ليست علاقة كما يقال الشعب الشقيق وانما هي علاقة قديمة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم باركتنا في شامنا ويمنا ندعو اخواننا التجار ندعو الشعب اليمني اهل المدد الى اغاثة اخوانهم في سوريا فهم يعني ما زرنا منطقة من المناطق التي زرناها الا وهم ينادون اخوانهم في اليمن الى اغاثتهم ومد العون له الى مدينة اب حيث تتواصل فعاليات الاسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني حيث اقامت جمعات الاقسام معرضا للصور بمدرسة الشهيدة الصباحية يحوي نماذجا من اعمال الجمعية ومشاريعها في فلسطين وصورا لمعاناة الشعب الفلسطيني وصموده ويهدف المعرض الى التعريف بتاريخ القضية الفلسطينية وتضحيات الشعب في سبيل الحفاظ على الارض ورفض الاستسلام للعدو الصهيوني نفذ العشرات من الخرجات من المأهد الصحي والمتعاقدات بمستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء وقفة احتجاجية امام وزارة المالية للمطالبة بتوظيفهن واعتماد درجات وظيفية للعام 2014 اسوة بزميلتهن المحتجات البالغة عددهن 69 خريجة ناشدن رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة النظر الى مطالبهن واستيعابهن والاستغناء عن الممرضات الاجنبيات عقدت بعدنا اليوم ورشة عمل تعرفيا لمشروع تعزيز المشاركة المجتمعية والحكم الرشيد في اليمن بمشاركة ثلاثين من الهيئات الادارية لمدريتي خور مكسر ودار سعد ومدري مكاتب التخطيط وقياداته وممثلين من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وهدفت الورشة التي نظمتها منظمة اوكسفام الدولية الى التعريف باهمية مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية والحكم الرشيد الذي يستهدف محافظات الحديدة تعز عدن وحضرموت وخطوات تنفيذه بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المعنية بالمحافظات المعنية وكذا الاستفادة من برنامج تمكين التنمية المحلية الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي اقامت جمعية اجيال مارب اللقاء الاول للسلطة المحلية مع افراد المجتمع بمنطقة المطار واستمع الحاضرون لمطرحوا ابناء المنطقة من صعوبات ومشاكل اتواجههم وابدى سكان استياءهم من الاهمال والضعف البناء التحتية وغياب الامن كما طلبوا السلطة المحلية بإلاء المنطقة اهتماما يليقوا بها كجزء من مديرية المدينة وطلبوا بتوفير البناء التحتية اللازمة والمرافق الصحية والمدارية والحدائق العامة وتم اقرار ملاقشة بعض المشاريع للمنطقة في حلقات قادمة دشنت في مارب ورشة العمل الخاصة بإذاعة مارب ضمن برنامج شمل العديد من الإذاعة المحلية وتستمر الورشة لمدة اربعة ايام وبمشاركة جميع منتسب الإذاعة ويجتمل البرنامج على العديد من الفعاليات الهامة التي تتعلق بتطوير المهارات الخاصة بمنتسبي الإذاعة في كافة التخصصات يأتي المشروع ضمن برنامج تعزيز الثقة بين المجتمع والسلطة المحلية إلى المهارة حيث انطلقت يوم أمس في مدينة الغيظة حملة الجود من الموجود وبمشاركة العديد من الشباب المتطوع لجمع الملابس والبطانيات والأدوية لصالح سكان وادي المسيلة ضمن مشاريع الشتاء لفرع جمعية الإصلاح بالمهارة وتعتبر منطقة المسيلة بالمهارة من المناطق الأكثر فقرا ومعاناة وتسير جمعية الإصلاح بين فترة واخرى حبلات طبية وإنسانية لمساعدة المواطنين ناقش اجتماع بعدنا اليوم برأسة وكيل المحافظة نائف البكري المعالجات المتعلقة بإخلاء نازحي أبيان من المدارس تنفيذا لتوجيهات محافظي عدا وأبيان من عجل ضمان استقرار العملية التعليمية وحقوق النازحين استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة أبيان أحمد ناصر حرفوش ومسؤولين مكتب التربية والتعليم والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومدري عموم مدريتي المنصورة والشيخ عثمان استعرض قضية النازحين المتواجدين في بعض المدارس الذين لا يزالون متواجدين في تلك المدارس والبالغ عددهم ستة وخمسين أسرى أقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة إب دورة تدريبية لتدريب مناصري ومناصرات التنمية الريفية من حديثي التخرج من الجامعات وتهدف الدورة لمناصرة القضايا التنموية في الريف ضمن برنامج روافد والهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والإسهام في الحد من البطالة شيع المئات من أبناء محافظة إب جثمان الشهيد الجندي أديب حسن القادري إلى مسقط راسي في قرية الأكام عزلة وراف مدرية جبلة وكان في مقدمة المشيعين العديد من القيادات الأمنية والعسكرية وقيادات السلطة المحلية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وزملاء وأهالي الشهيد الشهيد أديب القادري هو أحد قتلى الهجوم على مجمع العرضي أقامت المبادرة الشبابية لنا بصمة اليوم ندوة توعوية حول أمراض السرطان والظنك وأمراض الدم المختلفة بجامعة تعز بكلية العلوم التطبيقية برعاية كريمة من منتدى شباب المستقبل اختتمت اليوم مسابقة القرآن الكريم بكلية الأداب بجامعة تعز وبمشاركة جمعية الحكمة ومؤسسة دروب النور ومركز الرحمن وفي الحفلة الذي حضره طلاب وطالبات قسم الدراسة الإسلامية بكلية الأداب تم تكريم الفائزين بالمسابقة ختم النشر عضو فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء وزاوة الصحة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإدز سمع تتشين الحملة الرابعة لإغاثة الشعب السوري والمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سوهيل الفضائية دوما زوروا موقعنا على الانترنت سوهيل دوت نت كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة